لليوم الرابع على توالي تواصلة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شرق مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلد ووفق شهود عيان فإن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والخفيفة تجددت في أحياء حنتوب شرق مدينة ودمدني التي يفصلها جسر حنتوب الذي يؤدي إلى قلب المدينة فيما نفذ طيران الجيش السوداني ضربات جوية على قوات الدعم السريع وسط أحياء هناك في المنطقة في السياق أيضا دعت لجان مقاومة مدني المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتقليل التحركات في أرجاء المدينة بقدر الإمكان مباشرة إلى العاصمة السودانية يحدثنا من هناك مراسل الحدث المقداد حسن المقداد تحية طيبة أهلا بك في هذه الجولة الإخبارية من قناة الحدث بداية ناقف وإياك على آخر التطورات الميدانية في الخرطوم نعم آخر التطورات الميدانية هنا في الخرطوم هذا الهدوء الحذر الذي لم يكن صباحا حيث في الجبهة الجنوبية الشرقية من العاصمة الخرطوم كانت هناك انفجارات قوية هزت هذه الأركان مناطق تمركز الدعم السريع إثر استهداف الجيش لهذه المناطق ساعات الظهيرة كان يسودها هدوء حذر كبير في معظم جبهات القتال نتحدث عن وسط العاصمة عن سلاح المدرعات وعن محيط السلاح الإشارة في مدينة بحري قبل قليل أيضا تصاعدت أعمدة الدخان من مناطق تمركز الدعم السريع في حي المنشية الواقع شرق العاصمة الخرطوم ربما التطورات الأبرز حسام هي في تخوم مدينة ودمدني بوسط البلاد عاصمة ولاية الجزيرة هذه الاشتباكات ربما هي وصلت الآن على تخوم الجسر الفاصل بين حي حنتوب الواقع شرقا ومنطقة مدينة ودمدني العاصمة هذه الاشتباكات كانت منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليومها الرابع على التوالي كانت تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة صباحا عديد من الانفجارات عديد من الغارات الجوية المسيارات بين الطرفين وكذلك المعارك البرية المباشرة وبعد ذلك قبل ساعات أعلنت قوات الدعم السريع فرض سيطرتها على الاحتياط المركزي التابع للشرطة وكذلك على اللواء الأول مرشاء التابع للجيش السوداني الذي يقع بالقرب من جسر حنتوب وعلى الجهة الشرقية من جسر حنتوب المصادر العسكرية تشير إلى استمرار واحتدام المعارك في تلك النقطة التي دخلتها قوات الدعم السريع الغارات الجوية تتواصل بين وقت وآخر وكذلك القذائف المدفعية وهناك حديث عن تعزيزات عسكرية من قبل الجيش السوداني قادمة من الولايات الأقرب إلى هذه النقطة هذا الوضع انعكس بصورة بالغة على حياة الناس حسام ربما موجة نزوح جديدة تشهدها المدينة إثر هذه الاشتباكات العالية هناك أحياء ربما الآن يصبحت خالية من قبل السكان خاصة أحياء حنتوب الأحياء التي توغلت إليها قوات الدعم السريع وهناك حديث عن كثير من الانتهاكات التي تتحدث بها ناشطون يتحدث بها كذلك لجان محمود طوارئ من قبل قوات الدعم السريع نتحدث عن دور لجان المقاومة الحديث عن لجان المقاومة يعود من جديد إلى الواجهة ما هو الدور الذي تقوم به في أحياء المدن سريعا أرجوك في أكل من دقيقة ربما لجان مقاومة ودمندني تقوم بجراء تحديثات على الوضع الميداني والأحياء الآمنة وعلى توصيل المساعدات العاجلة وكذلك على تحديث بالوضع الميداني في تلك المناطق حتى ينعم من تبقى من أسر في مخرج آمن أو مستشفى آمن أو مكان آمن يستزيد منه بالمواد الغذائية هذا دور ربما تنشط به لجان المقاومة في هذه النقاط الساخنة والتي تعتبر مناطق اشتباك حساب المقداد كل الشكر لك دائما على كل هذه المعلومات والتفاصيل سنعود إليك فور بروز جديد منها من الخرطوم حدثني مراسل الحدث المقداد حسن ترجمة نانسي قنع